اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا كرم طبعا اذا نذكر في الفصل 42 انه يوسف صار له حضوة كبيرة في مصر وكان هناك تكهن بمجاعة كبيرة تحصل فالفصل 43 يبدأ بهذه المجاعة انه اشتد الجوع في الارض وهو يعقوب اسرائيل جمع ابناءه وقال لهم سينفذ القمح اللي لدينا فلماذا لا ترجعوا فيطلب من عندهم ان يرجعوا الى مصر حتى يأتوا بقمح اضافي لكن يذكروا انه شرط يوسف كان وهم لا يعرفوا انه هذا هو شقيقهم او اخاهم الاداق فيقولون طلب من عندنا انه اخونا الاصغر نستصحبوا بعدين بعد كلام بين ابراهيم وبين يهوذة لان هو ايضا اللي اقتراح انه قال ابني انا ممكن ان اعطيه في الفصل السابق غيث تذكرون بعد هذا الكلام يقبل يعقوب اسرائيل انه بن يامين اللي هو الابن الاصغر يذهب معهم ولكن يريد ان يري هذا الشخص اللي ما يعرفوا لحد الان هو انه هو يوسف ابنه المدلل اللي كان يحبه كثير يريد ان يريه تقدير وشكر حسنية وشكر على هذا الموضوع فيطلب من عندهم ان يأخذون هدايا الى هذا الشخص وهذه الهدايا هي بلسان ولوز وفستق وما الى ذلك من امور وايضا اذا تذكرون الفضة اللي كانت يريدون يشترون بها لما رجعوا الاخوة رأوها في موجودة في اكياسهم في ذلك الوقت خافوا يعني لم يفهموا هذه العلامة لكن الظاهر ان يوسف مراد انه يأخذ من عندهم اي مقابل لقاء منحهم القمح فقال خذوا ضعف الفضة فاخذوا ضعف الفضة اللي بالمرة الاولى يعني اخذوها تطور الاحداث يذهبون ويدخلون الى بيت يوسف طبعا يخافون بالبداية لكن يوسف يكون قد امر انه يعمل لهم ذبيحة وما الى ذلك من امور وهناك عبارة تتكرر عند ظهور الرب يسوع للتلاميذ سلام لكم لا تخافوا هذه العبارة نشاهدها او نقرأها في هذا الاصحاح عندما يدخل الشخص على هؤلاء الاخوة وهم خائفين لانه اذا تذكرون شمعون بقى رهينة عند يوسف قال يبقى واحد من اخوتكم الى ان يأتي اخوكم الصغير طبعا يأتي يوسف ويدخل ويرى الاخوة يرى بن يامين اخيه شقيقه الاخ من من ذات الام يقول فتحركت احشاؤه طلب مكانا فانعزل واخذ يبكي بكى طبعا وبعدين غسل وجهه شوي مسك نفسه تماسك نفسه بعدين خرج الهم وامر بانه يكون هناك ذبيحة فيبدو انه صار هناك قسمين لانه اليهود يأكلون مع اليهود والمصريين يأكلون مع المصريين يذكر الناس انه المصريين كانوا يعتبرون الاكل مع اليهود رجس الحقيقة العكس ايضا صحيح يعني ايضا شريعة اليهودية يعني وهذه واحدة من المشاكل اللي بطرس راد يقع فيها وبولس يقول نبهته يتكلم بقسوة في سفر اعمال الرسل عن هذا الموضوع يقول له اذا انت تعمل هكذا ما تاكل مع الوثنيين كيف يكون يتصرف الشخص اللي هو بعده مبتدئ في الكنيسة في حياة الكنيسة فنلاحظ النص اصحاح 43 ينتهي عند هذا التفصيل وبتطور مهم جدا يبين مكانة بن يامين بالنسبة ليوسف لانه يقول الناس انه يوسف جلس الصغار مع الصغار والكبار مع الكبار لكن يوسف افرد من حصته الى الاخرين فصارت حصة بن يامين خمس اضعاف الحصص البقية من الاخوة بهذا الطعام جميل جدا فاذا لوي دعنا نبدأ باحداث الفصل ايات معينة تتحدث عن ظروف معينة او ممكن تتحدث عن بعض التقاليد او بعض العوائد اللي نتعامل معها بيومنا الحال نفهم على سبيل المثال الاية الاولى الاية الاولى تتحدث عن جوع اولاد اسرائيل هذه الظاهرة انا احب ان اتكلم عن ظاهرة جوع الانسان اليوم وبعد الاف السنين الانسان بعده يعاني من الجوع ونتكلم ليس فقط على المستوى الجسدي لكن ايضا على المستوى الروحي السؤال هو لماذا؟ مع الاسف هذا الشي موجود لحد الان يعني اذا ناخده بجانب فردي او على مستوى الشعوب او على مستوى البلدان او الاوطان موجود هذا اسبابه يعني ما رح نقدر نذكرها كلها لكن اكيد الفقر الحالة المناخية الاستغلال الجشع الطمع عدم وجود موارد طبيعية كل هذه اسباب لكن ايضا هناك اسباب مثل ما نسميها يعني الفرد لما يكون عنده قلة تخطيط او قلة مثلا تدبير او كسل او ادمان او تبذير او كلها الامور رح تلعب دور بهذا الموضوع احنا اليوم دا نعيش في وقت مع الاسف اكو ناس دا تموت من الجوع يعني اكو حصائيات مثلا مو بس ملايين واحد من كل تسعة بالعالم يعانون من الجوع وبنفس الوقت اكو ناس دا يموتون من التخمة او الافراض بالاكل اه نلاحظ هذا الشي بالماء ايضا يعني اكو ملايين غير يسير او متوفرهم من مياه والمياه النظيفة واكو في بلدان معينة نوع من الحيرة اي فلايفر يحطون بالماء يعني اكو نوع من البطر حالة يعني غريبة حالة التناقض طبعا من دا تتكلم حضرتك دكتور يعني حضرني قول لغاندي ولو يعني هناك بعض الاشخاص بالمسيحية اللي يقولون علينا ان لا نبالغ كثيرا في طروحات غاندي وما الى ذلك لكن لديه مقولة رائعة جدا يقول الخيرات الموجودة في العالم تكفي كل الجائعين ولكنها لا تكفي جشع الطامعين يعني لذلك هناك اثنين مليار او اكثر يعيشون تحت خط الفقر المتقع يعني هو عار على البشرية اليوم اللي تتباهى بهذا التقدم وحرب النجوم وهالمشاريع العظيمة لكن اكو بلدان ابونا يعني تقريبا 30 بالمية من الاكل يتلف يتلف ولا يستعمل مثلا يعني سوء الخزن او سوء التخطيط ايضا ذكرتني هم من ذكرت غاندي الام تريسا تقول live simply so others can simply live يعني حياة البساطة مالتنا ممكن ان ببساطة تخلي الاخرين يعيشون ملفت للنظر انه موضوع الجوع يعني دائما كان مو بس موجود الربية السعو المسيح يقول انه رح يستمر كنت جائعا فاطع يعني حالة انه هذا الموضوع رح يستمر وايضا اذا نتذكر الامرأة الزانية من تمسح ارجل الربية السعو المسيح يقول الفقراء دائما دوما معكم هذا بالنسبة للجانب يعني الحرفي او الجسدي للجوع لكن الجانب الروحي مع الاسف يمكن اقدر اقول احنا عدنا مشكلة في عدم وجود جوع وعطش روحي يعني شنو يعني ماكو حالة الاشتياق يعني كثيرين من الناس حتى اللي هم يعني مثلا في داخل الاوساط الكنسية ويكونون نشطين داخل متطوعين يقدمون خدمات وهذا شي جيد لكن اكو حالة فتور ماكو حالة اشتياق لدخول في علاقة يعني مثلا من يكونون اثنين مخطوبين جدد او مزوجين جدد او في فترة البداية العلاقة يكون هذا حالة الاشتياق حالة الاثنين يريدون واحد يعرف الله اكثر مرات وراء يعني سنوات يصير حالة الفتور ماكو هذا الاشتياق ماكو هذه اللهفة اتمنى ماكو فتور في حلاقتكم الزوجية يعني لا الحمد لله بس اتمنى انه كلنا اذا ماعدنا هذا الاشتياق او ماعدنا هذا الجوع وهذا العطش نبدي نسأل ليش ليش هذا الشي موجود وشنو اقدر اسوي حتى اتجاوزه لان الرب يسوع المسيح يقول ليس بالخبز وحده ويحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فهم اذا احنا بحاجة الى الله لكن بحاجة ان نشخص ان هناك مشكلة الجانب الروحي ليس مثل الجانب الجسدي يعني من انسان يكون جائع او عطشان هناك اشياء يعني مثلا حتى المعدة ممكن ان تطلق اصوات او تقلصات حتى تنبهنا اكو جوع وهو هذا الشي جيد لكن الروح لازم نكون نفتح قلوبنا وعقولنا حتى نشخص هناك خلل هناك جوع روحي كيف دكتور لوأي يعني ماريد اخذ دور كرم طبعا لكن كيف نجيب عن في اطار في معرض كلامك عن هذه النقطة وهذه التفسيرات لكن كيف نجيب عن قول الرب يسوع انا الخبز الحي ان اكل احد من هذا الخبز لن يجوع ابدا انا الماء الحي ان شرب احد لن يعطش ابدا عن ماذا يتكلم الرب يسوع اكيد ماذا يتكلم عن المعنى الحرفي للخبز يعني والاشياء المادية لكن عن المعنى الروحي العميق انه الانسان اذا يكون عنده علاقة حقيقية مع الراه راح يكون في حالة هذا السلام هذا الفرح هذا مأنينا هذا الاكتفاء يعني يقول القديس اغسطينيوس our hearts are restless until they rest in you lord يعني مرح وهذا الشيء اللي حقيقة هناك كثير من الناس اللي يمتلكون ما يملي بطونهم وبطون عوائلهم لمئات السنين لكن عدهم بعد العطش والجوع موجود اذا الله يحط هذا الجوع البشري احيانا وهو فالشيء ساعدنا صحيح حتى ينبه حاجتنا الجسدية لكن بعمق اكثر حتى يعلمنا هناك جوع من نوع آخر مثل ما هو الماء تكلمنا يمكن في حلقات سابعة عن العطش لكلمة الله او في مواضيع اخرى مثلا موضوع لا هو تجسد نقول انه الاتحاد ما بين الزوج والزوجة هو حقيقة اشارة لاتحاد اخر يعني اتحاد مع الله مع الثالوث الاقدس يعني اتحاد ما بين المسيح والكنيسة الله كلها ينطيننا هذه الامور حتى تساعدنا اكثر في حياتنا الروحية ولو هي بشري تساعدنا ان نفهم البعد الروحي الغير ملموس يعني عادة ان نستعمل الله يسمح لنا ان نستخدم الاشياء المادية كي تكون اشارة لاشياء او بعد اعمق اللي هو البعد الروحي حتى ندخل في سر الله نعم بس المشكلة انا اتصور المشكلة هو مثل ما القديس البابا الراحل يوحدنا بولوس الثاني انه انسان اليوم فقد الحساسية يعني احنا اليوم مثل ما اتكلم له اي انه الانسان مدى يشعر بحاجة او بجوع روحي وهنا هي المشكلة الاعظم يعني بالبعد الجسدي اكو نوعا ما شي نبهني حاجة داخلية فيزيكال اهنا بالبعد الروحي ابولا يعني خاصة انت من خلال مكانتك وعلاقاتك بالمؤمنين اللي يجوني الكنيسة اللي تخدم بها كيف النا احنا اليوم ان نساعد المؤمن ان يشعر بالحاجة لانه كثير من عدنا ثق ابونا اكو انا متأكد انت تعرف هذا الشيء كثير من عدنا يحضر الكنيسة كواجب اجتماعي وليس كواجب وليس كشيء له بعد روحي يساعدني ان انمو بهالعلاقة وان اشبع او اتغذى روحيا ما هي نقطة كأنما احنا اليوم نحتاج مثل هاي شون يسوى من اكو شخص مختر بالموت يمطوها الرجات الكهربائية احنا اليوم بحاجة لرجات كهربائية روحية على ما نستيقظ من جديد ونبدأ حياتنا الروحية بشكل اصح ربما ليس بهذا العنف وين المشكلة it's paradoxical يعني هي جدلية معقدة كرم لانه يبدو يبدو انه لان هذه العلاقة لان اصفها روحية هاي العلاقة مع الله اللي هو روح فالعلاقة تصير هي في جوهرها علاقة روحية لان هي مبنية على الحب كقيمة مطلقة الحب is useless يعني وبعض اللاهوتين يقولون هو ما بي هو غير يعني ما اترجى من عنده شيء فلذلك اذا ما هناك قرار من عندي انه انا اعيش هذا الحب ما رح اشعر بالحاجة رغم انه هناك نزعة طبيعية في الانسان انه اعطيني انسان مهما كان شرير ما يريد يكون محبوب ما يريد انسان اخر بس واحد بالكرة الارضية يعزوا يحبوا يقدروا احنا وي ار حاجة هي حاجة هي حاجة بس بس للاسف هذه الحاجة is hijacked by the حاجة physical هاي المشكلة هاي الحاجة ان نكون محبوبين هي مبتلعة من الحاجة ببعدها المادي فقط فقط يعني ولذلك بدنا نحب اشخاص لانه رح نستفاد من عندهم فانا اسلم على اللي ممكن فاديوم رح استفاد من عنده واللي ما استفاد من عنده ما مهم بالنسبة لي حتى علاقاتنا صارت مصلحية ويستارد يعني واحيانا ايضا الانسان يبدي احيانا نسي فهم الحاجة ويعوضها بما هو ليس حاجة على سبيل المثال انا تكلمنا قبل شوي عن موضوع الجوع والعطش انسان ممكن ان يتخيل ولا هو بحاجة الى الماء لكن يتخيل انه اذا يشرب مشروبات اخرى رح تشفي عطشة وهو هنا يصير الخلل لا انت بحاجة الى الماء ولست بحاجة الى شيء اخر سهنانا يصير عندنا هذا الخلل جميل جدا فاذا يعني اتصور احنا هذا موضوع عميق جدا وممكن ان نتحدث عنه بعمق اكبر خاصة من نتحدث على الانسان كمخلوق relational being يعجب العلاقات طبعا على صورة الله الثالوث وغيرها من الاشياء المهمة لكن اتصور نحتاج ان نعود الى احداث الفصل من جديد كي ندرس هذا الفصل بعمق اكبر يعقوب يستسلم لطلب يهود ويسمح لبن يامين ان يذهب الى مصر مع الاخوة لكن يفعل هذا الامر واثقا في رحمة الله يعني الله قادر ان يخلص ابن بن يامين انا احب ان ننتهج الفرصة ونتحدث عن الثقة برحمة الله في وقت الصعوبات وايضا بالوقت الطبيعي الانسان مدى يمر بصعوبات معينة بحياته هل هناك حاجة ان نثق برحمة الله الحاجة يعني كبيرة بس للأسف لان الانسان اصبح هو يلعب دور الله للأسف ما يلجأ الى هذه رحمة الله الا بالظروف الصعبة الا في وقت الحاجة ووقت الشدة وما الى ذلك بينما دائما هي مو قضية ثقة برحمة الله بقدر ما هي ثقة بكل هذا الكائن بهذا الشخص كله اللي نحن نعبده نحبه نعبده ندخل بعلاقة معه لسبب واحد مولي ان محتاجي مولي ان هو قوي قادر على كل شيء كنا قبل تسجيل الحلقة قد احكي لكم ايل شاداي مثلا فكرة اسم واحد من اسماء الله بالعهد القديم ايل شاداي القادر على كل شيء ونحن ما ندخل في اهلا اذا تذكرون الرب يسوء اكثر من معجزة بعد ما يعملها يقول لا تخبروا احدا يقول للشخص يقول التلاميذ التجلي ما يريد الناس يتبعوه لان هو سوبرمان هو الرجل خارق انا محتاج اليوم كنا نحكي عن العلاقة ليش اكو برود في حياتهم لان العلاقة خطأ انا ادخل في علاقة مع الله حتى من اصلي له ينجح ابني يشوفني شغل براتب زيان يخليني اه ما دريشي يصير بي اشفى من مراضي او ما اتمرض او كذا من ما تصير هذه كلها انا هذا الكائن بالنسبة الي يصبح يعني مدى يستجيب صلاتي لذلك جاييني اشخاص قالي لي شنو هذا الاله مدى يوفي الشروط يعني انصلي وحدة قالت لي في يوم الايام انا عشرين سنة دا صلي ثلاثين سنة دا صلي لاجل هذه النية سو الثقة هي كرام مو فقط برحمة الله الثقة هي اكبر من مجرد رحمة الله الثقة هي مبنية فشي غريب هي هي التزام بهذه العلاقة يدفعها فقط يدفع فقط الحب الثقة هي مثل الايمان والايمان شلون نقدر نقول هذا شخص مؤمن فعلا لانه نشوفه ملتزم الى الرمق الاخير بعلاقة معينة بدون اي اثباتات ولا دلائل ولا قراءة يعني عدنا التينيجرز الان هذا الجيل جيل التكنولوجيا جيل الديفايسز ولكذا رئيسا وانا تقلم الله وما اعرف ايش والاباء والامهات وانا يحكون وكذا رئيسا يريدون اثبات انه فهذا عدنا مشكلة في عيش الثقة تشوف كثير صارت ادنى بالقضايا الزوجية على مستوى الصداقات السوشال ميديا لعبة الدور مسألة الثقن فقدت في حياة الانسان صعب يجيني شباب يجيني كبار بالعمر يقول لك ابونا صعب اثق بشخص صعب اخلي شخص بست فرند للي ايش لانه علاقتنا بالله هي متضعضعة ما عدنا ثقة بنفسنا فما نقدر يكون عدنا ثقة لا بالله لا باشخاص اخرين فارجع الى رحمة الله يعقوب طبعا يكون عنده ثقة برحمة الله مو هو هو يعني كل هاي حياته المتعثرة وكذا ورأى كيف انه الله في النهاية سار معا كان وفي لي وعودا مهما كانت مبقاته كبيرة مبقات عقوب رأى بعينيه كيف حضور الله ورحمته كبيرة لذلك يضع ثقته من جديد عندما يرسل بن يامين طبعا اختم ب جدا مهم في هذا الاطار الثقة بالله ما تعني ابدا انه انا اذهب اقفز في النار لان هذه راح تكون تجربة لله نذكر تجارب الرب يسوع التعرض اليها واحدة من التجارب ان كنت ابن الله مكتوب مزمور 91-92 بان قوسين ان كنت ابن الله القيب بنفسك مكتوب يرسل ملائكته وانت ابن الله شوان يخليك مكتوب مكتوب ايضا ربي يسوع ايجابه لا تجرب الرب الهك فالثقة برحمة الله ابدا متعني انه انا لا ابالي اصير لا ابالي ما اهتم ما اخذ اجراءات احترازية ما اخذ تدابير وقائية لا وين ما اشوف نار انا اروح اقفز في هذه النار بناء على شنو انا لي اله يخلصني بس هذا الاله ما يقول لي اذهب وقفز في النار فهذه نقطة جدا مهمة علينا ان نفهمها انه نثق برحمة الله لكن لا يعني هذا ان لا نكون احترازيين ووقائيين في حياتنا جميل جدا فاذا تستمر القصة ويبدأ بالرحيل من تجهين الى ارض مصر للقاء يوسف احب نتحدث عن هذا اللقاء لكن بعد ان اخذ استراحتنا الاولى في حلقة اليوم عزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود حيكم مرة ثانية عزائي المشاهدين في لقاءنا الاسبوعي من برنامج اراك بالايمان حوارنا لهذا اليوم مع ضيوفي الاب نياس تومة والاخ لواء منصور عن الفصلين الثالث والرابع والاربعين من كتاب التكوين لواء نحب ان نكمل حديثنا عن احداث الفصل الثالث والاربعين نشوف بعد ان اقنع يهوذة يعقوب ارسل الاخ الاصغر بن يامين مع الاخوة للقاء يوسف في مصر نشوف الطريقة اللي تعامل بها يوسف مع اخوته تظهر كرم الله انا احب ان اتكلم عن هالموضوع حتى وان كان هذا الكرم هو مع ناس غير كاملين يعني باحداث هذه القصة نشوف ان هؤلاء كانوا خطأ وهم هم اجرموا بحق يوسف مع هذا عاملهم بكرم الفكرة كأنما تعاد هاليوم احنا بتعاملنا مع الخالق احنا ايضا ناس خطأ لكن مع هذا الله يظهر لنا الكرم دائما احب ان نتحدث عن هذا الموضوع اكيد كرم الله يظهر كرمة ونحن خطأ يرسل ابنه الوحيد ليخلص او ليخلص العالم هذا قمة الكرم لكن ايضا الكرم الله معانا احنا انه انطانا ميزة يمكن من نذكرها انه انطانا ميزة انهم مخلوقين على صورة الله ومثاله شيء يتميز بالانسان الحب نتكلم على موضوع الكرم نربطه بالمحبة لان حقيقة يعني هناك مقولة تقول ممكن ان تعطي بدون ان تحب لكن من غير ممكن ان تحب دون ان تعطي يعني love in action يعني ما هو ثمرة هذه المحبة العطاء وهناك درجات لهذه العطاء قمة العطاء اللي قدم الرب يسوع المسيح انه يبذل نفسه ما من حب اعظم يبذل انسان نفسه في سبيل احبائه بهذه الفكرة الانسان يعني ايضا قلنا مخلوق على صورة الله ومثاله احنا بشكرنا بامتيناننا لكرم الله وكرم الاخرين نعبر عن انسانيتنا لكن حقيقة عندما نكون كريمين نشابه الله اكثر بتصرفاتنا ايضا الكرم بنوع من التبشير يعني حقيقة اذا نفكر بها اذا الانسان المؤمن المسيحي غير كريم وانا اقول كريم ليس بالمال فقط هناك كرم بالجهد بالتعب بالكلمة الطيبة بالتشجيع بالصبر بالمغفرة بالصلاة امور كثيرة هذه 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 الميزة يعني هي بحد ذاتها طريقة للتبشير وايضا ايضا الكرم بنوع من يعني مثل خلينا نقول شهادة او شهود للإيمان كيف الانسان الانسان الكريم هو الانسان اللي ليس مؤمن فقط لكن الانسان الذي له الثقة بالله لأنه ممكن كثيرين يقولون انا لست في مرحلة ان اعطي ما موجود عندي اذا كان مال او وقت او جهد لكن هل نذكر مثلا الارملة الفقيرة انطت من العوز مالتها هذا التصرف او تصرف الممكن اي واحد بينه يسوي وهو ينطي ليس من الفائض او ينطي من حاجة مالتها هذا الانسان عنده ثقة بالله وهي هذه علاقة الايمان بها نوع من الثقة انا اليوم عندي واني احب الله وعندي علاقة وغدا ممكن ما عندي اي شي هل راح قبل شوية تفضل ابونا تتكلم عن هذا الموضوع هل اذا قل ما موجود عندي راح تأثر على علاقتي مع الله هي هاي الثقة احنا مع الله اذا كنت مع الله بعد شنو يعني اصلا الكتاب المقدس يظهر لنا تحدي من الله بهالم الموضوع الكتاب يتكلم ويقول اعطني العشور وانا اريكم يعني كأنما لكن بالبعد الروحي انا اتصور الاهمية كبيرة جدا جدا يعني لأن اسمك كرم اكيد لأن اسمي كرم بس كثير من اباء الكنيسة تحدثوا عنه بينه بأنه الكرم كعادة هو تحارب عبودية لأنه الانسان مع الاسف يعبد نفسه يعبد الانا وبالكرم يعطي يخرج من الانا ويعطي للاخر ولهذا اكو اهمية كبيرة وكرم ولا اسمك كرم بس يقول في كتاب المقدس يعني نعطي بفرح وليس الله يحب المعطي بسخاء وبفرح وهذا العكس الكرم هو البخل والانانية يعني العيش لأجل الذات وهذه ضد المحبة يعني هذه ضد المحبة نهائيا جميل جدا انا احب ان ننتقل للفصل 44 ايضا ابونا انطينا فكرة عن اهم احداث هذا الفصل على مد انغطي بيوم تبقى لدينا من الوقت الفصل 44 يعني يكمل الاحداث اللي صارت في يوسف يؤمر يبدي الفصل بانه يوسف يؤمر القائم على بيته بانه يكرم الرجال و انه يضع يعني الطعام في السلالهم وكذا وإلى آخره يعني هناك هذا الكرم اللي نحكي عنه لأن هؤلاء اخوته بالنهاية لكن ربما ما ريد سميها حيلة بتدبير معين يقول له ضع الفضة في سلة كأنما الصغير بدون ان يعرفوا في يبدون ينطلقون الرجال في الصباح يرجعون مع اللي اخذوا من ارض مصر فيرسل نفس الشخص اليهم ويقولوا اسألهم لماذا جازيتم خيرا بشر فيتفاجأون طبعا من يسألهم ماذا تقصد لماذا يقول سيدي هذا طبعا الى هذا الوقت هم ينادوا سيدي طبعا ربما ذكرت ربما لا بالفصل ثلاثة واربعين يقول لما شاهدوا اليوسف سجدوا مع العلم هؤلاء يهود سجدوا لهذا الشخص طبعا هذه بها دلالات وبيها معاني يتذكرون يوسف شاف منام شاف حلم القمر وعشرة كواكب والقمر والشمس يسجدون لي احد عشرة كواكبا فيتفاجأون من هذا الكلام ويبدي يقولهم لا سيدي قال انتم ماخذين فضة وكذا فيبدي يفتش من الكبير وحتى الصغير حتى بن يامين هو أصغر بالمناسبة بن يامين هو أصغر سبط من عنده يأتي مار بولس وبولس اسمه بالاسم الجديد الذي أخذه لما دخل في المسيحية معناه الصغير ولذلك يكتب أنا أصغر جميع القديسين فيها دلالة ويذكر أنا من صفتي بن يامين اللي هو أصغر الأصبار يبدي هذا الشخص يفتش السلال من الكبير إلى الصغير فالكل ما عنده شي تطلع السلال تطلع الفضة في سلة بن يامين طبعا يكون الإخوة قد قالوا لهذا الرجل إذا لقيت فضة معانا لأن متأكدين كأنما إذا لقيت فضة معانا هذا يموت الشخص اللي تلقي في سلته فضة ونحن نصبح عبيدا لسيدي ليوسف فلما يصير هذا يعني كأنما مصيب يقول شق ملابسهم طبعا هذا رح يصير هدر دم في هذا لذلك نذكر قيافة لما الرب يسوع بالمحكمة الدينية شق ملابسهم قال لقد جدف معناته هو مستحق الموت فهناك دم سيهدر فيرجعون إلى يوسف وتصير هناك محاورة وينتهي الفصل يقصون عليه القصة يقول له أبونا رجل شيخ كبير بالسن هو قل لنا وإجيناك أول مرة وهالشكل والفضل نطيناك ياها وأشو رجعت لنا وما إلى ذلك من أمور فهناك عبارة يقولون إذا رح تاخذ بن يامين هذا أخونا وتقتلوا من رح نرجع نحن وما معنا أخونا يقول فينزل فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا يعني نحن عبيدك رح كأنما نهين شيبة عبدك أبينا أبونهم هو عبدك أنا أحب أتكلم عن هالموضوع بعمق أكثر بالحلقة فكأنما هناك طلب توسل وترجي ينتهي بين الفصل من خلاله يعرضون هؤلاء الأخوة من خلال يهوذة هو المتكلم الرسمي يبدو أنه يعرض على يوسف هذا الأمر وهكذا ينتهي الفصل جميل فإذا أحب أن نتحدث عن بعض الأحداث بالفصل بالتحديد أبوني ذكر أو مرور الكرام على آية 13 عندما اكتشفوا بأنه بن يامين هو هذا السارق اللي وجدوا مع الفضة فمزقوا ثيابهم إحنا هذا المصطلح نسمعه بالكتاب المقدس خاصة بالأهد القديم بأكثر من مكان هل هناك أهمية إليه هل هناك معنى لهذا المصطلح كلمنا عن هذا المصطلح هذا يعني هو فعادة أو تصرف تظهر حالة حزن حالة فقدان حالة مصيبة ندم شون هسا بيومنا هذا مثلا أكو ناس في حالة الوفاة يلبسون أسود أو على مستوى بلدان مثلا ينزلون العلم يعني فالتعبير لكن لماذا يعني تمزيق الثياب واحدة من الآراء تقول أنه يعني الملابس ليست يعني من الأشياء المتوفرة في ذلك الوقت يعني مثلا هم مناس رعات أو مزارعين موضوع الملابس ليست يعني متوفرة إلى درجة إذا نتذكر يوسف لمن أو عندما يعمل له يعقوب قميص أم لوهن أو موشن هذا القميص يثير مشكلة بين الأخوة المسألة يعني السبب الآخر حالة يعني الشق هي المصيبة إلى درجة يعني لا يمكن إصلاحها يعني مصيبة كبيرة أو فاجعة أيضا حالة الإنقسام حالة الفصل وهذا الموجود يعني بالموت الملفت بالنظر بالعهد القديم موجودة كثيرا هذا الشيء لكن من أحد الجديد مرة وحدة نشوفها في أعمال الرسل بولوس وبرنابة عندما الشعب من العجيب أو الأشياء المعجزات اللي يجروها يريدون يعبدون بولوس وبرنابة سيشقون ثيابهم أبونا تفضل ذكر موضوع عظيم الكهنة قيافة حقيقة عظيم الكهنة ليس له ليس من المسموح له أن يشق ثيابه لكن قيافة بخطأ يعني اتصرف وشق ثيابه يوئيل في سفر يوئيل يقول فمزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا إلى الرب إذن إحنا يعني هذا الشيء حقيقة نقدر ناخذ بموضوع روحي كيف إنه الإنسان حقيقة يريد أن يصير عنده حالة التوبة التوبة الداخلية وهو هذا الشيء المفيد هاي الدفعة الروحية اللي راح تخلينا انتوب عن خطايانه ونقترب أكثر من الرب يعني مثل ما تحدثنا في الجزء الأول من لقائنا اليوم بداية الحلقة إنه بعد مادي لكن إلى إشارة لبعد روحي أعمق وأهم صحيح طبعا طبعا موجود إلى حد الآن هذا التطبيق في بلدان الشرق الأوسط يعني بشكل محدود جدا جدا في بعض القرى المسيحية إنه في الحزن في الموت في الكذا شق الثياب محدود جدا جدا ولكن عند إخوتنا الإسلام بشكل يعني مقبول موجود هذا كان أصبح تقريبا مشهد شبه متكرر عندما كانت الحرب دائرة بين العراق وإيران وكان هناك شهداء دائما فكان مشهد متكرر أن الأم مثلا تشق ملابسها حتى تبين أنه هذه المصيبة الكبيرة حتى بالنسبة لبعض الأقسام اليهودية عدهم هذا التقليد لحد هذا اليوم لكن بطريقة أخف مما كانت في السابق جميل فإذن أحداث هناك بعض الأحداث أيضا أحب أن نتحدث عنها اللي هي موضوع اللي ذكرى أبونا نتحدث عن شيبة تعقوب نزول شيبة تعقوب في القبر وهو يعني بحزن أو بغير من الأشياء لكن خلونا نأخذ استراحة أخيرة بعدها نعود ونتحدث عن الجزء الأخير من فصلنا لهذا اليوم عزائي المشاهدين استراحة قصيرة ونعود حيكم من جليل عزائنا المشاهدين في لقائنا لهذا اليوم من برنامج أراك بالإيمان حيوارنا لهذا اليوم مع أبونا نياس تومة والأخ لؤي منصور عن الفصلين الثالث والرابع والأربعين من كتاب التكوين أبونا تكلمت بالفقرة السابقة عن مختصر أحداث الفصل الأربع واربعين تحدثت عن الآية 31 وتوقفت عن هذه الآية أنا أحب أن نعود من جديد لهذه الآية وتكلمنا عن معناها لأنه أيضا هي من الآيات اللي نشوف ذكر إليها بأكثر من مكان خاصة بكتب الأهد القديم الآية تقول فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية كيف لنا أن نفهم هذا الشيء هل هي أهمية لنا اليوم نعم يعني في الإعادة إفادة أنه هذا الكلام منه قال قالوا قال إخوة يوسف لما دي يحكون مع يوسف دي يوصفولو ما هي نتيجة قتل بن يامين أخوهم الأصغر ورجوعهم بدون بن يامين ماذا سيحدث لأبيهم لأبيهم يعقوب اللي هو إسرائيل تغير اسمه إلى إسرائيل فدي يقولون ينزل عبيدك نحن نحن كأنما ننزل شيبة عبدك أبينا اللي هو يعقوب ننزلها إلى الهاوية يعني كأنما دي يقولون لما يعقوب ما رح يشوف ابنه ويانة راجع رح يموت إلى الهاوية يعني ورح يموت بحزن يعني هو أنه بحزن ينزلون الشيبة معناته فيها نوع من الانكسار فيها نوع من الإهانة فيها نوع من عدم الاحترام ولذلك نرى في هذه الآية هذا التقليد اليهودي القديم جدا اللي أيضا هو موجود بالشرق الأوسط هيبة الكبير والاحترام للكبير طبعا مو أي كبير لما هذا الكبير يكون أب أو جد يعني مرتبط بعائلة ذا نحكي غير شكل يعني هي هو العمر مو فقط العامل الوحيد لكن من هو هذا الشخص ما هو موقعه ما هو اللي عمله للعائلة سواء كان أب أو جد فيعقوب بالنسبة لأبناءه يعني وكل هذا التاريخ اللي يحمله خلفه إسحاق وجده إبراهيم يعني كان عنده هذا التقدير وهذه الهيبة كيف لا إذا إحنا مجتمع مسيحي يعني نحن مو مجتمع يهودي مجتمع مسيحي بالعراق إلى أنا أذكر الفترة اللي أنا أعيش بها يعني مو قبل أجيال ده نحكي يعني أنا أو أنا طفل قبل فترة 50-60 سنة أقل أقل إلى الفترة اللي كنت بها طفل يعني أخوي الكبير ما يدخن سيجارة أمام والدي ما يجلس أمام الوالد وهذا أنا متأكد اللي يصير كان بعوائلكم أيضا هذا يبين مكانة الأب كان هناك عائلات الأب أو الجد عندما كل طلة حتى وإن كان يوميا بس الطلة الأولى الأبناء يمسكون بالدور يمسكونها شكل اللاين ويقبلون يد الأب فنشاهد الاحترام اللي كان موجود الهيبة اللي كانت بالنسبة لكبار السن طبعا هذه اللعبة الدور انعكست أيضا على طريقة اللي تسيرت بيها الأمور في المجتمع اليهودي مثلا الله لما يقول له لموسى اختر لك سبعين رجلان كبار بالسن من الحكماء وكذا طبعا ما أدري إذا معلومة معروفة هي السنهدرين أعلى مجلس يهودي تشريع يهودي اللي من عنده يطلع رؤساء الكهنة اللي بينه فريسين وبينه صدوقيين وبينه من مختلف الفئات وبينه كتب هذا ما كان شخص ممكن أن يصير عضو فيه وعمره أقل من خمسين سنة لأن خمسين هو السن الحكمة عند اليهود لأنه هو ناتج عن سبع رقم الكمال في سبع سبع مرات كمال في زائدا واحد الله الواحد روح الله الواحد اللي يعطي يخرج نبط من جدعي بس في إيشعي 11 يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم المعرفة لذلك نشاهد في الإنجيل بحسب يوحن لما الرب يسوع مرد يحكي بحكمة رائعة يقولون من أين لك هذه الحكمة ولما تبلغ الخمسين بعد بعد عمرك مصاير خمسين فنشاهد هيبة الرجل الكبير لأنه يختبر الحياة ومعه يحمل التجارب لكن في هذه الآية مدى نتكلم عن أي رجل كبير نتكلم عن يعقوب اللي اختبر الله اللي تصارع مع الله اللي كسر وعد الله ولكن اللي نال رحمة الله أيضا فنشاهد كيف مكانته بالنسبة للأولاد ولكن لكل قاعدة شواذ نشاهد مثلا موسى مكان أكبر بني قومه عندما دعي أنه يسوع الرب يبدأ بالثلاثين وكلها إلها أبعاد رمزية ونشاهد رغم أنه قيمة المرأة في المجتمع اليهودي بالشريعة ما مساوية للرجل وما إلى ذلك لكن نشاهد في بعض مراحل تاريخ الشعب العبراني امرأة تحكم وامرأة ما تكون يهودية لأنه تصبح قاضية فلكل قاعدة شواذ يعني جميل جدا غطيت الموضوع هذا البعد بعد احترام الكبار مكانة الكبار مع الأسف اليوم احنا مجتمعاتنا تتغير خاصة بالغرب هنا احترام قل مكانة الشخص المسنقلة أنا أحب أن ننظر للموضوع أيضا لهذه الآية من بعد ثاني وأنا متأكد أنت عندك يعني تطينا عمق بهالموضوع أكثر هنا يتكلم عن نهاية حياة شخص معين بانكسار بحزن موت حزين لكن بنفس الوقت أكو موت بفرح يعني من يتكلمون عن القديس يوسف زوج العذراء مريم يتحدثون بأنه مات وهو محاط بالعذراء مريم والربي السوع المسيح هذا موت بفرح هل اليوم احنا يكون موت بفرح كيف ممكن أن نشوف هذا الشيء بحياتنا اليوم هل هذا الشيء ممكن أنه احنا نترجى أنه نهاية حياتنا تكون نهاية صح معلل أنه الإنسان يموت تنتهي حياته لكن بفرح بعكس تماما نهاية وحدة من النعمة اللي هناك بعض الصلوات أنا أذكرها من أنا صغير وكنت أستغرب أنا بس الآن أدرك يعني قيمة هذه الصلوات الميتة الصالحة لما الإنسان ثمرت حياته إكليل حياته وأنه يهيئ وينعم عليه بميتة صالحة الموت الصالح لما يكون حتى لو كان حادث أو كان شيء من الأشياء غير يعني متوقعة لكن لما يكون هو مستعد أمثال الرب يسوع الاستعداد للملكوت العذارة العشرة لأنكم لا تعرفون الساعة يأتي كالسارق هذا المثل خطير جدا يشبه الرب نفسه يشبه الله بالسارق يأتي كالسارق يقول هذا عامل المفاجئة لكن هو في نفس الوقت عامل الاستعداد يعني فالميتة الصالحة هي نعمة من النعم اللي فعلا على المسيحي أن دائما يصلي لأجلها وأن يعمل لأجلها لأجل ذلك اليوم اللي بفرح أستغرب ناس يخافون من الموت من خبرة الموت مزمور اللي اللي نرنمه لما نحمل النعش دن دن من السيارة حتى آآ يدفن في القبر آآ نرنم فرحته عندما قالوا لي إلى بيت الرب نذهب طقسنا اللي هو مبني على المزامير كله بينه هاي العنياثة هذه التقسية مولي ألفت قبل خمسين وسبعين سنة واللي تبكي العالم وكذا هذه كلها نريد نحذفها لأنه يعني دن 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 نرنم أشياء نعم دنرنم أشياء تبكي بس الليتورجية الأصلية ما لتنا تدعو إلى الفرح تدعو إلى الرجاء إلى التشجيع يقول واحد من النصوص حيث لا يملك ألم ولا حزن ولا ضيق هناك بل حياة تدوم في الهناء فرح هناك فرح أبدي فأنا إذا رايح إلى فرح أبدي لماذا أنا لا أكون فرحا فتشوف قديسين كثير ماتوا والابتسامة على وجوههم الموت بفرح هو حياة مع الجنس أحب أضيف نقطة اثنين تكن ذكرتوها أبونا وكارم أنه الفرق ما بين السابق أو بالبلدان الشرقية ومجتمعات الشرقية والبلدان الغربية موضوع ما يتعلق باحترام الكبير وأهميته وهيبة الكبير أعتقد يعني في الدول الرئيس المالية المقياس أو الأهمية دائما تضع على الإنتاج الشخص الغير منتج أهميته تقل وهذا خلل لأن هذا الشخص بالإضافة أنه نعمة وبركة وحكمة لكن أيضا هذا الشخص أنتج بما فيه الكفاية حتى وهو مخلوق على صورة الله ومثاله هذا الشخص جدير أن يحترم وأن يعنى به في هذه السنوات الأخيرة اللي هي المشكلة طبعا أنا متأكد يعجبكم تحثون عن هالموضوع لكن عندنا ضيق بالوقت اللي نفس هذا الفكر يخلينا نتوجه إلى فكرة القتل الرحيم اليوثنيجيا الأبورشن وغيره 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 من ما يكون أي قيمة مادية للشخص يصبح هذا الشخص غير ضروري أن يستمر بالحياة على الأقل لؤي يهودا في نهاية الفصل يقدم نفسه لفداء أخي بن يامين يعني هل هال الفكرة هنا وخاصة أنت تأتي من يهودا هل هذا استباق لما حصل مع يسوع المسيح يعني خصوصا أنه مثل ما ذكرت أنه يهودا نفسه يسوع المسيح يأتي من صبت يهودا حقيقة بعدين البعد الأول فيما يتعلق بيهودا هو من نسلة يأتي داود ورى بيسوع المسيح بما يتعلق بداود نتذكر حياة يهودا بالبداية مثلا الرديلة وقصة تامار وغيرها وغيرها كانت بعيدة كل البعد عن الله هنا نشوف حالة تغير حالة توبة مثل ما نذكر بالنسبة للنبي داود نفس الشيء نفسه رأوبين يأخذ موقع المسئولية هو ليس الكبير عفو يهودا يأخذ موقع المسئولية هو ليس الكبير رأوبين هو الكبير لكن مثل ما نذكر يعمل الفعل الشنيع مع بلهة زوجة يعقوب وعندنا الأخوة الأكبر شمعون ولاوي نذكر عندما قتلوا في قصة دينة ذكرناها في حلقات سابقة إذن هناك هناك يهودا يأخذ دور البكر وهناك يهودا نعم استباق للرب يسوع المسيح وبالذات عندما يقدم نفسه حتى يخلص بن يامين وهو هذا الشيء الذي يفعل رب يسوع المسيح يقدم ذاته حتى يخلص الجنس البشري إذن أكو حالة المزج ما بين شخصية يهودا اللي بدت تتغير تنطينا مثال لداود ومثال أيضا للرب يسوع المسيح جميل جدا يعني أبونا فصلين بصراحة بها يعني بها كثير من الأحداث اللي هي ممكن أن نستفاد منها أيضا بحياتنا اليوم يعني تحدثنا عن أهمية ودورة الكبار السن تحدثنا عن يعني كثير من الأمور اللي ممكن موضوع الكرم الإنسان ومكانة الكرم في حياة الإنسان الروحية إذا حبينا أن ننهي حوارنا عن هالفصلين هذا بإعطاء درس روحي ماذا تقول عندها يعني أنا يمكن أختصر كل هذه الأحداث في شيء واحد هو الثقة بتدبير الله هناك في حياة الإنسان مفهوم المخطط مفهوم المخطط أنه الله مخطط كل شيء والقدرية في حياة الإنسان المكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين هذا ما نؤمن بالمسيحية نحن نؤمن بشيء اسمه التدبير ما هو التدبير الله الله هو حب مطلق يحب الإنسان ويريد يرافق الإنسان ويدعو الإنسان أن يدخل في علاقة معاه بس سواء هالشكل وهالشكل الإنسان يبقى حر فالله من فرط حبه التدبير شنو هو من فرط حبه يضع أمامنا العلامات على الهايوي من دنسوق القرار لنا أنه نأخذ هذا الطريق أو هذا الطريق سو الخلاصة تصير من هذه الأحداث المشكلة اللي قرأناها في هذين الفصلين أستطيع أن أستخلص أنه مهما تعقدت حياتنا مهما صار بيها أوضاع معقدة لكن دائما علينا أن نثق بتدبير الله هناك شيء خير خلف هذه الأحداث كل شيء يقولوا إلى الخير لأنه ربما بال الفصل القادم سنرى هذا البعد أيضا أنه حتى الشر الذي في نظرنا هو شر ممكن أن يقول إلى خير لأن كل الأشياء تعمل معا للخير لكن لمن للذين يحبون الله جميل جدا شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم دكتور لوي أشكر وجودك ويانا جوبتك على كل الأسئلة طرحناها أعزائي المشاهدين أشكر حسن المتابعتكم لحلقتنا في هذا اليوم أتمنى أن نلقاكم في لقائنا القادم وحلقة جديدة نطرح من خلالها فصول جديدة من كتاب التكوين سلام وفرح المسيح معكم وإلى الإقاءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحياني أبوكي أحياني أبوكي